اهلا وسهلا لبنات عشق خباركم كنت ممنى تكونوا مزيانين وبأحوال جيدة دائما كيف العادة هديه المقدمة ديالي اللي مقدرتش نغير الصراحة اللي كتعجبني كتجيني مزيانة يعني تكونوا مزيانين وبأحوال جيدة هدا هو الاهم واليوم ان شاء الله في هالفيديو هدا غادي نتشوفه معايا واحد الوصفة اللي رائعة بثاف وصحية ومفيدة الكبار والصغار بانكك بالجازر اللي كيجي رائع على البنات كنتمنى انكم تبعوا معايا الوصفة للاخير واكيد غا راتعجبكم وكان مغين رحب بيكم كاملين والبنات اللي يالله كيشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا بيكم في القناة ديالي كنتمنى انكم تشوفوا المحتوى ديالي اكيد غادي عجبكم وده بغادي ندوزو باش نشوفو المقادر امامكم عندي هنا 350 جرام ديال الدقيق الابيض يمكن لكم تعوضوه بشوفان مطحون وعندي الحليب عندي جوج ديال الجزارات كبار مسلوقين يعني قطعتهم مسلقتهم في الماء وعندي الزيت عندي جوج ديال معالق كبار ونص ديال السكر البني ممكن لكم تعوضوه بشوفان مطحون الابيض ثلاثة ديال البيضات عندي خمارة 16 جرام نص معالقة كبيرة ديال القرفة وساشي ديال فاني وقليل من الملح اكيد نستعملوه وبالنسبة للحليب البنات راح عينكم ميزانكم في الطحين يعني ما نقدرش نقول لكم الكمية بالضبط لانا كين طقيق اللي كيشرب وكين للا يعني غادي نشوفو معاي الخليط كيفاش كيولي يعني مني تكونو تخلطو في الخليط ديالكم غادي نشوفو يعني ما خصوش يكون جاري وما غاديش يكون خاتر يعني فوق القياس اكيد الكلك يعرف طريقة ديال تحضير ديال البانكيك يعني خصو يكون العجينة دياله خاترة وهنا وضعت طحين مع يعني المكونات الجافة اللي هي الخميرة والملحة والقرفة والسكر البني يمكن لكم تعوضوها البنات يعني بالبانان او لبزبيب اللي ما بغاش يستعمل السكر اكيد وهنا خضيت الحليب اللي عندي وضعت فيه البيض كي ما قد لاحظو الزيت انا الزيت استعملت ربعات دياله معالق ديال الزيت نسيت ما قلتش لكم وهنا بديت كان خلط في الخليط جاني يمكن الكاس عامر لانني غدا نضيف الجازر باش نطحنه غدا نقص منه في الخليط لاني عارفة يعني هادي كنديرها دائما هادي الوصفة عارفة الكمية هي نفسها يعني ما عادي كله جاري لاته شي حاجة غنوضع الجازر كي ما قلت لكم اللي اسبق لي وصلقته في النص ديال الخليط وغدا نطحنه بالميكسر والبنات انا راني وضعت بنانا كان بغين نعتادر ليكم عليا لانني ما بيينتهاش لكم ما نعرفش لاحظوا معي الصورة كيفاش مشات وقبت كي حسب لي وضعت البانانا اا وضعت بنانا في الخليط مع الجازر وضحنته هاكا بالميكسر واكيد اللي ما بغاش يوضع البانان يمكن اللي يكتفع بالجازر راكي جيزوين لان الوصفة هادي هادي انا معتمدة على الجازر يعني البانان وضعته كإضافة كي اعطى واحد النسمة واحد المداق اللي مميز في هذا البانكيك والبنات كي ما قلت لكم في الأول اللي ما بغاش يستعملوا السكر يمكن اللي هم يعاوضوا السكر بالزبيب يرطبوه في شوية دي الماء ويوضعوه مع الجازر والحليب ويطحنوه بالميكسر راكي جيزوين البنات وكي اعطى واحد تعليكة في الوصفة ان شاء الله مرة اخرى وغدا نبغط اجي معكم طريقة وهنا زيت واحد شوية الحليب بغي شوية هاكاك باش نحي يدك الخليط اللي كان باقي لاسقلية في الكاس تقريبا واحد جوج دل معالك الحليب ماشي بزاف وصافي وبديس كان نخلط هاكا بسباتيولا غير ما تخلطوش هاكا بعنف غير بشوية افتيجاه واحد والخليط ديال هادا را ما كي بغيش انه يضطرب او لا اخص العجينة تبقى هاكا خاتر را ما تبقوش يضطربه مزيان فيه غير في هاد الشكل هادا لان البانكيك كي بغي يبقى متماسك ما يكونش العجينة دياله في هاشكل البغرير او لا وان به هات الشكل هادا خصوكو القوام كما لحتو معايا يعني هنا راه كافي تقريبا راني خلطتو ما فيه الكفاية غدا ندوز دابا باش نسخن المقلة على النار اللي تكون متوسطة وغدا ندهنها بطريف ديال الزبدة يعني غير طريف صغير كنتمنى ان البنات انكم تجربوا هاد الوصفة هادي اكيد ان الولاد ديالكم غاي عجبو بتعجبهم وخاكينا القرفة لان انا وضعت البانان ذاك البانان اعطى واحد نسمة وغير المضاق ديال يعني بقاش كتبان ذاك القرفة بذاك المضاق ديالها وكالجهيزوين البنات والقرفة راهها صحية ومفيدة لنا ولوليداتنا غير الكيمية ما تكتروش يعني انا درت نسمة معلقة اللي تكون كبيرة يعني مش يقول لي بغايد رغي معلقة صغيرة كيبقى ليكم الاختيار ويمكن لكم تديروا القرقاء يعني كين بزاف ديال اضافات مهم دك الشي كيبقى لحسب انتم معي شنو كتبغيب وانا اه تشاركت معكم هاد البانكيك هذا لانه صارحة كي يمعلك وزوين من الداخل كنتمنى انكم تجربوا اكيد الى جربتو ما تنسوش خلو ليه تعليق في القناة هذا الفضل منكم لانه فعلا وصفة زوينا وهنا بديت كنا نطيف البانكيك كما لاحظوا معي هنا بدك يتنفخ يعني كنحيد ويمكن لكم تعودوا الدهنو بالزبدة يمكن لكم اللام كيبقى داك شي اللي بغيتتو يكون هاكا كل لون ديال محمر بزيان يمكن نديروا محت شوية ديال الزبدة غير هاكا بالفرشات دهنو هي بشوية مش بزاف وهنا مني كيبدوا يبانو دوك الفقاعات كنا بدا نقلب في البانكيك وكيبديت تنفخ لاحظوا معي كيفاش كيجي ناجحوا زوينا البنات وصحي والبنات اللي ما بغوش يعني عندهم مشكيل مع الدقيق الابيض يمكن لهم يعودوه بالشوفان مطحون والمرة ان شاء الله الجاية غدا نبغتاجي معكم بالنخالة كيجي رائع تاو كيجي زوين ودائما كنحاولو ندخلو في الوصفات ديالنا حويجات كل ما هو صحي خصوصا في فضل وقت هذا كل شي اللي كيبحت على الماكلة اللي تكون صحية يعني مشي غل الحويجات اللي كيكونوا هاكا في مليدام وكنحاولو مو يمكن ديرو مجود ان دكش اللي كان طيبو في البيت ديالنا كنبغتاجي معاكم لاحظوا معايا كيفجة هنا من بعد مسالية يعني وطيبتهم كيجي ورائعين غدا ندوز دابا باش نحطهم هاكا في الطبسي اللي غدا نقدم فيه وعطاتني كيميا اللي هي مهمة جوجات البنات رح كانوا تكاهلوا يعني أنا كان طيب ولدي كيضورو بيا كل مرة كنت على يوم واحدة ونادرت لي هم هاد يمكن لكم تعاوضون ما بلي بغيتوا وانا درت هاد سيرو هادا كالفريز كيجي زوين كلكم تديرو العسل شوكولات اي حاجة انتم ما كتبغيوها المربا او لا داك شي اللي كتبغيو ورشيت وحد شوية دي القرفة هاكا في الطبسي لأفوق منو للتزيين اختياري أنا ولادي ما عندو مش مشكل مع القرفة يعني كنا أكلوها في الطار كاملين وهذا نزينا هاكا يعني بشوية دي القرقع كيبقى حتى أول حسب الضوغ كيلي كم تديرو شوية اللوز اولا تديرو الكخيم شون كيح تيم الفق كتجي زوين اولا لا غلاس داك شي اللي كتبغيو البنات دي كيبقى لحسب الضوغ مهم كفكرة باش يكون طبق يعني زوين وصحي أنا وضعت القرقع وهد اللي ما اغتي يعني حاولت نبعد بكل ما يعني هكا الكخيم وهد شي مرة مرة نحاولو باش نديرو حويجات اللي يكونوا مفيدين للجزم والجزارة كيبقى هو الاساس فد الوصفة هدي هو اللي كيعطى ذاك اللوين يعني ذاك الورانج اللي كيبان وممكن اللي كم تقدموه مع الشاي او لا ذاك شي القيوة مهم اللي كتبغيو وهد هو الطبق دي لالبنات تلاحظو معي كيفاش كيجي كيجي البانكيك خفيف ومن الداخل كيجي معلك ولا بغيت ويجي عندكم واحد المدق ديالو مختلف من الداخل اكتر ويجي معلك اكتر وضعو الزبيب عوض السكر يعني ممكن لكم تعوضوا السكر تعوضوا به الزبيب كترطبوه شوية ديال الماء وتوضعوه مع الحليب والجزار وكتحنوه يعني فحد الإناء بالميكسر مزيان اكيد كيعطي واحد لده وحد تعليك الوصفة وهنا ديس باش نقطع هاكا باش شوفوا معي كيفاش من الداخل ديالو كيجي رطب البنات وزوين ومتأكدة غد يعجبكم ويعجبو لذاتكم لاحظوا معي كيفاش كيجي من الداخل وانا اي وصفة كنتقاثمة معاكم كنتقاثمة نوريكم هاكا بداخل ديالا كيفاش كيجي وهنا البنات كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وإلى عجبكم أكيد ما تبخلوش الياب للايك وبغطاج مع الأصدقاء ديالكم وتشاركوا الوصفة أكيد مع الأحباب هذا إلى عجباتكم الوصفة ومازال البنات اللي ما زال ما تشاركوش عندي في القناة كنتمنى أنكم تشاركوا وتضغطوا على زر أحمر الاشتراك وتفاعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وانتلقوا إن شاء الله في فيديو آخر وفي وصفة أخرى اللي إن شاء الله لكم زيانة وسهلة وصحية أكيد وبسلام عليكم